مرحبا مرحبا اليوم سنقوم بعمل وصفة جديدة وهي وصفة لخبز كيتو وصفة كثير سهلة وسريعة وكمان صحية دعوكم معي لنرى المقادير المقادير اللي هنحتاجه هي 200 جرام دقيق اللوز 30 جرام قشر السليم سليم هاسك 40 جرام دقيق جوز الهند 20 جرام بذور الكتن المطحونة بذور اليقتين للتزيين 2 معلقة صغيرة بيكينج باودر قليل من الملح 2 ملعقة كبيرة زيت زيتون و ملعقة كبيرة خلط الفاح 3 ملعقة كبيرة جوز الهند 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 4 ملعقة كبيرة جوز الهند و الأوسط وهلأ بنضيف زيت الزيتون خلط الفاح 400 مليلتر من الماء بنخلط المقادير السائلة والنشفة سواء مثل ما شايفين من غير ما نكبسهم على بعض وبإيدينا بنحاول نشكل العجين مثل ما شايفين بنفرش ورق الزبدة بصينية الفرن ونشكل الخبزة بهالطريقة وهلا فيكن تزينوا الخبزة مثل ما شايفين أنا استخدمت بذور اليقطين فيكن تستخدموا بذور دوار الشمس أو أي بذور تانية أنتو بتحبوها بنسخن الفرن على 200 درجة سلسس أو 400 درجة فارنايت وبنخبز الخبزة لمدة ساعة بعد ساعة بتكون عنا الخبزة جاهزة بنخليها لتبرد تماما قبل من أطحها هون الخبزة بردت تماما وحن أطحها سوا اشتركوا في القناة وهون إجا وقت تذوق الخبزة إن شاء الله تكون عجبتكم الوصفة ما تنسوا تحطوا لايك وتشتركوا بالقناة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر